جت لها اوامر الهية انها تخلص على بنتها وتبعتها للرافيق الاعلى وبعد ما عملت ده في صوت في ودنها قال لها ان هي العذراء مريم اللي عملته مضيفة الطيران في بنتها لا يمكن يصدقوا عقل وكل ده علشان تقدمها قربان للجن في العالم الاخر تعالوا نقولكو الحكاية اميرة بنت في اواخر العشرين من عمرها كانت بتتمتع بجمال فائق وبتشتغل مضيف الطيران حياتها كانت مستقرة ومتزوجة وعندها بنت اسمها طارة لكن في يوم راحت رحلة شغل طويلة لايطاليا ومن بعد ما راجعت منها كانت واخدة قرار غريب في حياتها وهو انها عايزة تبقى علم الطاقة وراوحانيات وانها حاسة انها هيقربها من ربنا جوزها كان رافض تماما وشايف ان ده شرك بربنا وان الاسلام ما فيهوش حاجة زي كده لكن اميرة كانت مؤمنة تماما بالموضوع سابت شغلها واتفرغت ليه وبقت تجيب الناس في جلسات البيت علش الخطر تعالجهم والجلسة كان تمالها 800 جنيه لكن مع الوقت الموضوع خرج من الروحانيات ودخل في السحر جوزها بيقول انها كانت بتردد عبارات غريبة في الفترة دي وكانت بتقول انها مستنيرة وانها العذراء مريم وان واحد من الاشخاص الايطاليين اللي تتعامل معهم هو سيدنا موسى رغم كل ده الا انها كانت بتصلي وتشغل قرآن عادي وممكن تسكت بالنص ساعة وتعيط بالساعات ولما كانت بتشغل قرآن كنت ببقى مستغرب جدا وكنت بحاول اعرضها على طبيب نفسي فاهم بس قلت انها تبقى كويسة فعلشان كده فضلت قاعد انا وبنتي معيها وكانت بتقول طلاصم غريبة وسط القرآن لحد ما جاء اليوم المشؤوم اميرة صاحية الصبح بدري وقالت له جوزها انه وحشها وعايزة مارس مع العلاقة الزوجية وفي العلاقة كانت بتقول كلام غريب جوزها كانت بتقول انا متأكد انها طلاصم لكنها كانت بتقول انها حاجات لها علاقة بروحانيات بتقرب الطرفين لبعض وبعد ما خلصوا قارت له انا عايزة سكينة بتموت علشان تقتل نفسها قال لها انت مسلمة صالي عن نبي وما حدش بيعمل كده هتموتي كفرة لكنها ردت عليه وقالت له انا جالي توجيه باني لازم اطلع انا العذراء مريم وهو طالبني فوق جوزها حاول يهديها فطلبت منه انها تدخل تنام ودخلت قوضة بنتها طورة وقفرت عليها الباب جوزها فضل يبعت لها على الواتساب علشان تطلع له ولما حسب الخوف على بنته قسر الباب لاقهم هما الاتنين نايمين لكن علشان يتأكد شل الغطى وتفاجئ ان في سكينة جنب اميرة ولما ركز لقيها معورة نفسها في رقابتها شدها وطلع بيها على برة وطلب الاسعاف علشان تجيله لكنه دخل من تاني يتطمن على طارة واكتشف الكارثة انها مخنوقة وماتت عمر جوز اميرة بيقول لقيتها مش بتتحرك فروحت ستها ولاقيت في رقابتها حبل رفيع ملفوف على رقابتها رحت شيلو من على رقابتها وستها على السرير واخدت مفتاح ربيتي علشان اروح بيها على اي مستشفى وفي اللحظة دي كانت الاسعاف وصلت ونزلت على مركز الطبي وقالوا لي هناك رجحها مكانها لان بنتك ميتت ورجعت تاني على البيت وحطت بنتي على السرير اما عن اميرة فضربت نفسها في رقابتها كذا مرة لكن الاسعاف قدرت ترحقها في اخر لحظة وانقذتها ولما تقبض عليها وتحقق معيها فضلت تجزم للكل انها مريم العزراء وان اللي عملته ده على شرقات المصلحة بنتها وانها كان لازم تاخدها معيها للرفيق الاعلى تفتكروا اللي عند اميرة ده مرض نفسي ولا فعلا بسبب دخولها لعالم السحر والروحانيات شاركونا رأيكم في التعليقات